موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحفة والذين صلت الضوء فيه على أبرز ما تناولته الصحفة اليمنية والعربية بداية من الصحفة اليمنية ومن المواقع الإلكترونية ومن موقع الصحوانت نستعرض أبرز ما جاء فيه رئيس المجلس العسكري بتاعز صادق سرحان يتمن دور الرئيس والتحالف بدعم الجيش والمقاومة الشعبية بتاعز ونقل الموقع عن وزير السياحة في حكومة بححم عمر الإرياني نعمل على تحويل جزيرة سقطرة إلى وجهة سياحية عالمية وعنون الموقع الزياني يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة قصر المعاشيق بعدن كما ركز الموقع على تفاصيل تحركات ألوية عسكرية صوب مدينة تاعز وقال الخبر قال القيادي البارس في المقاومة الشعبية في تاعز شوق المخلافي إن ثلاثة من الألوية العسكرية التي تلقى تدريبات نوعية خلال الأشهر الماضية في العند ومعسكرات أخرى في الجنوب بدأت بالتحرك بجميع معداتها وأسلحتها الثقيلة إلى جبهات القتال لتحرير وفك الحصار عن مدينة تاعز وأكد شوق المخلافي في تصريحات صحفية أن ذلك يأتي وفقا لخطط مدروسة ومعدة مسبقا بين قيادات تحرير تاعز برئاسة حمود المخلافي وقوات التحالف والقيادة الشرعية لليمن ننتقل بكم مشاهدين إلى موقع التغيير نت ونستعرض أبرز العنوين والأخبار وزير الخارجية عبد الملك المخلافي يبحث مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء اللبنانيين مستجدات الأوضاع في اليمن ونقل الموقع عن محافظ تاعز المعين حديثا علي المعمري خطة تحرير تاعز جاهزة وهي الآن مطروحة على طاولة الرئيس للموافقة إلى عنوين أخرى مقتل 35 من الميليشيا على الحدود اليمنية السعودية وتناول الموقع خبر تبني داعش العملية الإرهابية التي سادفت حاجزا أمنيا في كريتر بعدا وأقال الموقع في التفاصيل أعلن تنظيم الدولة الإسلامية داعش مسؤوليته عن تنفيذ الهجوم الانتحاري الذي سادف نقطة عقبة عدن الأمنية في كريتر مساء أمس الجمعة وراح ضحيته سبعة قتلى وإصابة ثمانية آخرين وأباف الموقع وقال التنظيم في تدوينة نشرها على موقعه الخاص بنشر البيانات إنه تم قتل خمسة عشر وإصابة آخرين ممن أسماهم بالمرتدين نقل موقع نيوز يمن عن وزير بريطاني جرائم الحرب بقيادة التحالف في اليمن قد تم تزويرها من قبل الحوثيين أما إلى محافظة مأرب قتلى وجرحى في اشتباكات بين المقاومة والحوثيين في جبل هيلان ونعود إلى تاعز إتلاف الإغاثة الإنسانية يوصل ألف غسلة لمرضى الفشل الكلوي وركز الموقع على تصريحات نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح جاء في تفاصيل كشف نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح عن مساعي الحكومة لاستعادة كافة المناطق التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي بالطرق السلمية دون حرب وقال بحاح لدى لقائه في عدن أعضاء السلطة المحلية بمحافظة تعز وقيادة المقاومة الشعبية إن الحكومة تسعى لاستعادة كافة المحافظات بالطرق السلمية بعيدا عن إراقة المزيد من الدماء وأضاف بحاح تعنت الإنقلابيين ومضيهم في طريق القتل والدمار هو ما يجعل الحكومة تبحث عن بداء الأقوى لاستعادة الدولة إلى موقع الموقع نطالع أهم الأخبار والعنوين الواردة فيه وزير الشباب والرياضة نائف البكرية تهم الإنقلابيين بتنفيذ العمليات الإرهابية داخل محافظة عدن أما إلى غرب اليمن مليشيا الحثي والمخلوع تختطف عددا من أبناء مدينة الدوريهمي بالحديدة ومن العنوين التي ركز عليها الموقع أيضا مقتل أول جندي سوداني مشارك في عمليات التحالف العربي باليمن إثر انفجار لغم أرضي أما موقع المصدر أونلاين استعرض العديد من التطورات على صفحته الرئيسية ومنها وزير الداخلية يقول إن الأمن تمكن من اعتقال بعض منفذية الاغتيالات في عدن وعنوان الموقع أيضا قصف مدفعي متبادل بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي وصالح في حجة ومن عدن تفاصيل آخر تفجيرات عدن الأمن اكتشف خطر السيارة المفخخة استهدفها أثناء محاولتها الفرار وركز الموقع على تفاصيل خبر تحركات بحرية التحالف وإطلاق انذارها للسفن على موانئ شبوى وقال الموقع وجهت بحرية التحالف العربي تحضيرا للبواخر المنتشرة في موانئ محافظة شبوى جنوب شرق اليمن أمس الجمعة وهدتتها بالقصف إذا لم تغادر مساء ذات اليوم وقالت مصادر محلية للمصدر أونلاين إن الموانئ التي كانت ترسو فيها سفن التهريب بدت خالية مع حلول الضلام وأضاف الموقع وجاء هذا التحذير الذي يعد الأول من نوعه في تسجيل لنداء أطلقته سفن تابعة لبحرية التحالف العربي حصل المصدر أونلاين على نسخة منه ويقول على كل السفن في بئر علي أن تغادر المكان هذا المساء ما لم فستتعرض للقصف الأمم المتحدة في اليمن كان هذا عنوان مقال نشره موقع المصدر أونلاين للكاتب عبدالله الصنوي ويقول فيه قبل عام كان العالم يتهيأ ليضع اليمن تحت سياسة الأمر الواقع وكان الإنقلابيون قد أحكموا سيطرتهم على كل البلاد في دراما هزلية جعلت اليمنين في حيرة حيث زحف الحوثيون باتجاه العاصمة اليمنية وبقية المدن مجموعات خرجت من وراء التاريخ حاملين في صدورهم حكدا أسود متوارثا من مئات السنين وفي طريق حكدهم دمروا بيوت معارضيهم ومدارسهم ومساجدهم وليس هذا ما حير اليمنيين بل أن يسيطر ألف مسلح على محافظة يمنية تعداد ساكنيها قرابة مليونين نسمة مع وجود المعسكرات والألوية التي لم تحرك ساكنا ليست الحلقة المفقودة في هذا المشهد دور المخلوع والحوثيين وبعض قطاعات الجيش في الانقلاب بل دور الأمم المتحدة التي شرعنت كل إجراءات الانقلابيين لأن الحوثيين كانوا يتحركون بضوء أخضر من الأمم المتحدة وإلا كيف يفسر الصمت المريب عن أفعال الحوثيين منذ دخولهم صنعاء وسيطرتهم على مفاصل الدولة وانقلابهم على السلطة الشرعية المنتخبة والمعترف بها دوليا والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبوها حيث تمردوا على اتفاقيات كثيرة منها اتفاق السلم والشراكة الذي رعته الأمم المتحدة وصولا إلى قرار مجلس الأمن الفين ومائتين وستة عشر الذي ترك الحبل على الغارب فلم يلزم الحوثيين وحليفهم صالح بتنفيذه أو إيجاد آلية لتنفيذه دور الأمم المتحدة في اليمن سلبي بامتياز فحتى فيما يتعلق بالجانب الإنساني والإغاثي لم يستطيعوا أو قل لم يشاء أن يفتحوا ممرا إنسانيا لمدينة تعز المحاصرة مشاهدين نختتم جولة الصحافة اليمنية الإلكترونية من موقع يمن مونيتور وجاء فيه خرجوا دفعة خاصة من المقاومة الشعبية تدربت على حماية الشخصيات أما إلى شرق اليمن حضروا استخدام الدراجات النارية في حضر موت جنوبية اليمن وفي عنوان آخر نقابة الصحفيين اليمنيين تدين تهديد الحوثيين أحد أعضائها وركز الموقع على تصريحات وزير الخارجي عبد الملك المخلافي بشأن وجود داعش في اليمن وقال الموقع في التفاصيل قال وزير الخارجي عبد الملك المخلافي إنه لا وجود لداعش في البلاد معربا عن آماله في تحرير تعز من قبضة جماعة الحوثيين قريبا وأكد المخلافي لصحيفة الحياة اللندنية أن المسؤولية تقع كاملة على الحكومة السابقة التي أتاحت بيئة داعمة للقاعدة في بعض المناطق نافيا أي وجود لداعش في اليمن إلا في إعلام تحالف الحوثيين وعلي صالح وأكد المخلافي أنه لا فتور في الموقف الأمريكي من دعم الشرعية اليمنية معتبرا أن الفتور يكمن في الضغط اللازم لتنفيذ القرار 2216 مذكرا بأنه صدر تحت الفصل السابع إذن مشاهدين قبل أن نستعرض أبرز ما جاء في الصحافة العربية صادر هذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير ومتمنعود نعود الترحيب بكم مشاهدين الكرام ونستحفكم في جولة بين أهم ما تقوله الصحافة العربية صادر هذا اليوم تمت صحيفة العربية الجديد بمحافظة لحج باعتبارها أحدى البوابات عدن وعلاقات لحج بوابة عدن تواجه الإهمال وجماعات القاعدة تقول الصحيفة مضت ستة أشهر على تحرير محافظة لحج أحد أهم المحافظات الجنوبية والبوابة الشمالية الغربية لعدن العاصمة المؤقتة للدولة اليمنية لكن المحافظة لا تزال عالقة بين الإهمال الحكومي لها من جهة وانتشار جماعات تنظيم القاعدة من جهة ثانية عادت الأنظار لتتجه إليها في الأيام الماضية بعدما عمد عناصر القاعدة إلى تفخيخ ومن ثم تفجير مبنى الأمن العام في الحوطة عقب يوم من تمكن مدير أمن لحجل معين حديثا العقيد عادل الحالمي من زيارة الحوطة تفقد خلالها مبنى الأمن العام والبنك المركزي وعادة من المرافق ووعد بإعادة تأهيلها وتأمين الحوطة ويؤكد مراقبون أن تفجير المبنى جاء ردا من القاعدة على مدير أمن الحوطة إلى جانب ترهيب المواطنين الذين بدأ الحماس يعود إليهم بالزيارة الحالمي وتقول الصحيفة وتكمن مشكلة لحجة الأمنية خصوصا في مديريتي الحوطة وتبن حيث تتواجد فيها عناصر القاعدة فيما باقي مديرية المحافظة وعددها 13 تعتبر آمنة لكن ينقصها الكثير من الدعم لإعادة الإعمار وتنفيذ عملية ترميم شاملة بعد كل ما لحق بها من دمار وتورد الصحيفة تصريحات لنائب رئيس المركز الوطني للدراسة الاستراتيجية برئاسة الجمهورية العميد ثابت حسين صالح يقول فيه لحجة محافظة ذات أهمية استراتيجية بالغة لأسباب عدة لعل أهمها أنها الحصن المنيع للدفاع عن عدن بشكل مباشر إلى جانب محافظة أبيان أما بالانتقال مشاهدين إلى صحيفة البيان والتي تتابع التطورات اليمنية علقت في أحد عنوينها تعز تحتج على الحصار بتشهيع الأمم المتحدة تقول الصحيفة وعبر عدد من أطفال محافظة تعز عن سخطهم من الأمم المتحدة جراء ما يتعرضون له أخرج أطفال تعز في تشييع تشييع الأمم المتحدة حيث وضعوا نعشا عليه علم الأمم المتحدة وعبروا بطريقتهم الخاصة عن سخطهم من طريقة تعاملها مع الأحداث الجارية في تعز وتقول البيان إن هذا يأتي في ظل المجازر التي يرتكبها الحوثيون والقوات الموالية للرئيس المخلوع بحق المدنيين حيث تقصب قوات الحوثي الأحياء السكنية بشكل شبه يومي وهو ما ينتج عنه سقوط ضحايا من المدنيين معظمهم أطفال وتضيف الصحيفة أن هذا تشييع جاء بعد يومين من قيام القوات الحوثي بارتكاب مجزرة بحق المدنيين في حي الكوثر راح ضحيتها أربعة شهداء وأكثر من عشرين جريحا معظمهم أطفال في عنوان آخر تقول البيان حملة رشن ضبابي لمكافحة الأوبئة في مدينة الشحر وجاء في تفاصيل هذا الخبر الحملة التي تعد الأولى ضمن ثلاث حملات رشن ضبابي في مديرية الشحر تأتي ضمن تدخلات العاجلة التي اتخذتها المحافظة لمواجهة انتشار البعوض الناقل للأمراض والوقاية من الأوبئة التي خلفتها السيول والأمطار الغزيرة التي صاحبت موجة إعصار تشابالا بساحل حضر موت وقد يكون أخطر ما يحصل اليوم أن أوروبا مهد الحداثة ومصدرها تتراجع تحت وطأة الهويات والهويات المضادة إلى ما سبق أن تجاوزتها فاليمين المتطرف يقوى وثم تعلمانيون يعاودون اكتشاف مسيحيتهم وبعد إقلاع الاتحاد الأوروبي ينتعش العقل الحدودي وفي هذا جميعا تكمل عناصر ردة على الحضارة بكل ما تعليه الكلمة هكذا بدأ حازم صاغية مقاله في جريدة الحياة اللندنية وإضيف الكاتب في هذا المنعطف الانتقالي تجمعت الظروف المأساوية التي بالغت في امتحان الدولة الأمة الغربية وهي في أسوأ أحوالها فبدت كأنها تدعوها إلى إحراق المراحل فيما الثقافة الغالبة على اللاجئين لم تبلغ بعد سوية الدولة الأمة هكذا نشأ وينشأ التعايش الصعب بين نمط في الحياة عماده الحرية والفردية ونمط آخر صنعه الاستبداد السياسي والثقافي كبتا على الأصعدة جميعا تنزله باللاجئين الضحايا أبوية قامعة وشالة للمبادرة والتفكير الحر ومانعة للانفصال عن أسلاف ذكوريين كثر لا تنهض الحداثة من دون الانفصال عنهم وغني عن القول إن هؤلاء سلبت منهم عكدا بعد عقد حرية الاختيار والتقرير وترك رهائن للفاقة والعوز ونقص التعليم وللجهل بالعالم وأحواله وكيفيته لكن فرص التحكم بالوجهة العنصرية والحد من فاعليتها ليست قليلة وأولها الجهر بالتميزات داخل الكتل اللاجئة والمهاجرة وتبرؤ الأكثريات البريئة من أفعال الأقليات المسيئة ومن ثم تطوير مشاركة هذه الأكثريات في الحياة السياسية للدول المستقبلة وفي الدفاع عن حقوقها وتاليا التصدي للعنصرية من خلال القنوات التي لا تزال تتيحها الأنظمة الديمقراطية وفي هذا لن يكون مفيدا على الإطلاق التمسك برسابات الأيدولوجيات المتشاوفة التي تكرن بؤسها وطلبها للحياة والعمل والإقامة في الغرب بمزاعم التفوق على الغربيين أو بعدالة النضال ضد الاستعمار أو حتى بالنسبيات الثقافية المزعومة التي لا تمتحن بتاتا على تفاوث التجارب ونجاحاتها بقدر ما تتحول إلى مناعة ضد التأثر بمجتمعات وثقافات يستضل بها اللاجئون من موت تنتجه الثقافات التي وفدوا منها مشاهدين ننتقل بكم إلى صحيفة الاتحاد والتي ركزت على إعادة إعمار ما دمرت الحرب التي ما تزال مشتعلة وتقول الصحيفة دول التحالف دخلت الحرب في اليمن من أجل سلام دائم ودحر الذين استولوا على الحقيقة وأرادوا أن يضعوا أنفسهم أوصية على الشعب اليمني تضيف الاتحاد دول التحالف لن تتوانى أبدا في مد يد العون والمساعدة للشعب اليمني لأن اليمن عمقنا الاستراتيجي وبعدنا التاريخي وتواصل الصحيفة اليمن يستحق منا كل المساعدة والوقوف معه في محنته بعد أن ضاعت بوصلة الحوثي عند مفرق الطرق وأصبح صالح العدو الذي أراد أن ينتزع السلطة عبر نهر من الدماء اليمنية وجبال من جثة القتلى وتقول الصحيفة عن من يزور اليمن الآن يشعر بالألم والفجيع لأن الحوثي وصالح لم يكتفوا بفقار الشعب اليمني بل إنهما حولا هذا الشعب إلى شعب محاصن مغلوب على أمره لا يمتلك قوت يومه أما الحوثي الذي أودع الأمانة بين الغير صار يحارب ويبطش بالوكالة ويتبنى فكرا طائفيا بغيظا الهدف منه تحقيق مآرب أخرى وعن دعم التحالف لليمن تقول الاتحاد دول التحالف سوف تقوم بواجبها الإنساني والديني تجاه شعب أنهكته الحروب الداخلية والمؤامرات الخارجية وخيانة بعض الذين أريط بهم حكم اليمن والذين أرادوا هذا البلد بأسلوب العصابات وقطاع الطرق وتختتم الصحيفة تقريرها دول التحالف سوف تساهب في بناء اليمن الجديد وإعادة إعماره ليظل اليمن حرا طليقا لا تأسره المصالح الضيقة أما بالتحول المشاهدين إلى صحيفة السياسة الكويتية والتي علقت في أحد موضوعاتها أوباما يتعهد بملاحقة المتطرفين حتى ليبيا تقول في تفاصيل هذا الخبر أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الولايات المتحدة تعدة لملاحقة متطرفي تنظيم داعش حيثما وجدوا وصولا إلى ليبيا إذا لازم الأمر فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون أنها تراقب الوضع في البلد بعناية فائقة وذكر البيت الأبيض في بيان أن أوباما شدد على أن الولايات المتحدة ستواصل مهاجمة متأمري داعش الإرهابيين في أي بلد وجدوا مضيفا أن الرئيس طلب من فريق الأمن القومي مواصلة جهوده الرامية لتعزيز الحكم الرشيد في ليبيا ودعم جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا وفي الدول الأخرى حيث يسعد داعش إلى إرساء وجود له وكان وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر قال في وقت سابق إن بلاده تريد منع تحول ليبيا إلى سوريا أخرى أو عراق آخر ونتطلع إلى مساعدة الليبيين للسيطرة على بلادهم وبطبيعة الحال فإن الولايات المتحدة ستدعم الحكومة الليبية بعد أن تشكل بالانتقال إلى صحيفة القدس العربي التي تابعت الحصار المفروض على مدينة مضايا سوريا وعلقات حزب الله اللبناني يجبر أهالي مضايا على التنازل عن عقاراتهم والتعهد بعدم العودة مقابل الخروج من الحصار تقول الصحيفة في التفاصيل يستغل حزب الله اللبناني حاجة أهالي مدينة مضايا المحاصرين في ريف دمشق للقمة عيشهم وذلك في المنطقة الخارجة عن سيطرته وخاصة بعد رفض مسؤولية الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التجاوب مع قضية إخراج الحالات الإنسانية خارج المدينة الأمر الذي يفصح المجال أمام حزب الله لمساومة الأهالي في عقاراتهم وممتلكاتهم داخل المدينة وسلبهم حق العودة إليها وتنقل الصحيفة عن طالبة جامعية في مضايا قولها حزب الله اللبناني بات يعتبر مضايا حصة خاصة به بعد من حقه أن يتحكم بأهلها وبيقوتهم ويفرض عليهم القوانين ويهبوا لمن يشاء الحياة ويحكموا على من يشاء بالموت وتضيف الطالبة توجب على من يود الخروج من المدينة أن يوقع على ورق أبيض بكل ما تعنيه الكلمة ومستندات يتنازل بمجبهة عن كامل ممتلكاته وعقاراته وحقوقه في المدينة ويدفع فضلا عن ذلك مبلغ 200 دولار أمريكي مقابل المواصلات التي ستخرجه من مدينتها إلى مناطق سيطرة النظام تساءلت صحيفة الغدل الأردنية في أحد عنوينها وقالت ما الذي يستطيع 200 رجل كامندوز أمريكي تحقيقه فعلا في العراق وقالت الصحيفة هناك أقل من 200 رجل من القوات العمليات الخاصة الأمريكية هم الذين يشكلون قوة الاستكشافية لوزارة الدفاع الأمريكية التي قيل عنها الكثير ووصلت العراق مؤخرا لقتال المتشاددين وتضيف الصحيفة نادرا ما تخوض وزارة الدفاع الأمريكية في بحث المهمات السرية لرجال الكامندوز الأمريكيين والتي تصفها إدارة أوباما بأنها تشكل جزءا حاسما من سعيها إلى تكثيف الحرب ضد الدولة الإسلامية قال وزير الدفاع الأمريكي إن قوات النخبة الأمريكية ستنفذ غارات وتطلق صراح رهائن وستجمع معلومات وتعتقل قادة في الدولة الإسلامية في كل من العراق وسوريا وكان كارتر قد قال إن نشر القوات يضع الجميع قيد الأخطار في سوريا لأنك لن تعرف أثناء الليل من سيأتي إليك من النافذة مشاهدين بهذا القدر نكون قد استعرضنا الصحافة العربية الصادرة هذا اليوم ولم يتبقى سوى أن نشاهد مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية وإلى أن ننتقيكم في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر